بعد منضائهم لسنوات في معتقل جوان تنامو أعلنت السلطات الأمريكية إطلاقها سراحة تسعة يمنيين من بينهم سجين يدعى منصور القطاع الذي صدر أمر بالإفراج عنه قبل سنوات وذكر مصدر مطلع أن السجناء سيصلون على متن طائرة خاصة أرسلتها المملكة العربية السعودية لإجلائهم مضيفا أن وزير الداخلية السعودي محمد بن نائف هو من قام بترتيب إجراءة نقلهم إلى المملكة حتى يكون تحت أنظار السلطات الأمنية إذن هي عودة إلى خارج الوطن لأن الحياة بعد النفاذ من جوان تنامو ليست كما قبله فالمتهم بالإرهاب يظل أمام السلطات الأمنية متهما حتى بعد أن تثبت براءته الإحصائية الرسمية الخاصة بوزارة حقوق الإنسان في اليمن تؤكد أن عدد المعتقلين اليمنيين في السجون خارج البلاد يقدر عددهم بستة آلاف واربعمائة واثنين وعشرين يتوزعون في معتقل جوان تنامو في كوبا والسعودية والعراق وأرتيريا ولبنان وسوريا وباكستان وأفغانستان والإمارات يعيب الكثير على السلطات اليمنية إهمالها لملف المعتقلين وعدم متابعتها لتكون المعاناة هي قدر اليمنيين في الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة